السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت الآن تتابع أول ثلاث جولات للعبد لله في بطولة الشطرنج في بطولة الجمهورية للشطرنج السريع عشرين أربعة وعشرين البطولة تقام في استاد القاهرة بالتحديد في قاعة أو صالة مغطار رقم أربعة البطولة تحتوي على تلتمية وسبعين لاعب من جميع أنحاء مصر ناس جايين من المينيا وناس جايين من أسيوت من القاهرة من الجيزة من اسكندرية أنا جاي من بورسعيد يعني تلتمية وسبعين شخص ده رقم كبير البطولة تبدأ بعد صلاة الجمعة الساعة اتنين ظهرا وفعلا بدأت تقريبا اتنين وخمسة اتنين وسبع دقايق كنا بدئين على ما أنا فاكر يعني البطولة انتهت الساعة عشرة وتلت أو عشرة ونص مساء البطولة احداشر جولة مش تسع جولات وانها تنتهي في هذا الوقت الزمني اللي هو تقريبا تمن ساعات ونص ده اداء ممتاز جدا 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 من منظم البطولة حضرت مسابقات كتير رابد لاني بحب الرابد جدا ممكن تبدأ الساعة اتنين وتخلص الساعة عشرة بس تبقى تسع جولات مش حداشر جولة اوكي رحنا طبعا خلصت صالة الساعة اتنين اللي تلت في بطولة العين كان في حد بيبيع فكهة منهم الموز بحب اكل موز قبل المباريات لكن ما كانش موجود كان بيبيع تريبا بطيخ وشمام وانا مش حاضر اجيب شمام اقطحها قدام الناس لا يعني مش هينفع فاطلعت شربت قهوة في كافيكي ده جنب مسجد الرشدان والساعة اتنين وتلت دقايق كنت جوه الصالة وما كانوش لسه بدأوا بدأوا بعد ما انا جيت بدقيقة او دقيقتين ويلا بينا الجولة الاولى هلاعب ادم رشوان طفل رشوان احنا عندنا في مصور رشوان رشوان دي غريبة شوية طفل صغير اول ما جيت قعدته قدامه قال لي نمشيها دروه انا خفت بصراحة بس قلت له يعني معلش انا جاي علعب يعني انا جاي احتك واكسب او اخسر مش مشكلة بس احاول احسن واطور لعبي قلت له معلش يا ادم مشيها نلعب يعني قال لي خلاص ماشي لعبت بدأ وزير لعب بدأ وزير لعبت سيفور اه طبعا واخد معايا الموبايل اللي بصور بيه غير الموبايل الشخصي بتاعي واخد معايا هولدر يعني موجود معايا دلوقتي حامل كده هيمسك الموبايل وعلشان انا وصلت يعني وصلت على الحرك رك فانا لسه ملحقتش اسأل المنظمين او استأذنهم اني اصورش فاول جولة ما تصورتش ماشي اي سيكس بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ نايت سي ثري نايت بيشب افور اي سيكس عايز يمنع هذه القفازات سيستم حلو اي ثري نايت اه نايت دي بقى اللي برا السندوق ما شفتهاش قبل كده عادة بيلعبوا سي سيكس او بيشب دي سيكس لكنه لعب نايت وانا لعبت البيشب لو طلبني هبقى امشي حط الفيل في وشري اكلت اكل ولعبت ايتش ثري عشان الفيل ما يطلعش يضايقني لعب هو كمان ايتش سيكس لعبت اي ثري عشان الحصان ما يطلبش الفيل طلع بالقطع الاخيرة وانا انتشرت وبعدين بيت طويل ودي كانت حاجة خطر جدا اعتقد التبيت القصير الاكثر امانا لكنه بيت طويل وسمح لي على طول اني العب على الجناح وكمان في التبيت الطويل كل واحد المفروض يلعب على الجناح اللي يريحه يعني يحاول قدر الامكان يلعب على هذا الجناح انا لسه محددتش مكان مالكي بس اكيد اكيد اللي اللعبه ما كانش الصح ادم لعب بي فايف وسمح لي اخد مبادرة قوية جدا على جناح المالك بعد النقلة دي كانت بلندر عشان القطع دي اللي وقتني مش محمية فبقدر اكل بياكل باكل هات لو سمحت الوزير لازم الوزير يسيب الحصان وانا باكل وطلع بالحصان افلت مربع الهروب للملك لو الحصان اتحرك بياخد مات في اي لحظة هو لعب كده الاول وانا لعبت كده ضغط هنا هو افل السكة واخد كش مات ادم لسه ناشئ سغنا وهيتطور ان شاء الله وربنا يكرمه لكن ده مناسب مع انه 1528 تخيل واحد 1600 يلعب معاك ماتش كانه 2000 انما ده المستوى الطبيعي الواحد 1500 ولسه ناشئ وبدأ اللعبة مستوى يعبر عن التقييم والتقييم يعبر عن المستوى ولسه هيتطور وربنا يكرمه ما خداش وقت كتير في هذه المباراة لان ما فيهاش كلام كتير لكني بمجرد ما خلصت كلمت رئيس لجنة الحكام واستعذنته وبصراحة كان مرحب جدا وقال لي طبعا وانا هعمل لك رؤى على وحدك وفعلا عمل لي رؤى على وحدي واقعدني وحطيت الصورة وحطيت كل حاجة لكن في البييرنج الاسم ما انزلش في البييرنج مظبوط فاضطريت اروح الجولة اللي بعدها قال هو استاذ جابر مونير بصراحة راجل محترم جدا وكان متعاون جدا 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 اه اه انا طول عمري طول عمري مش بحتك بالحكام كتير بس يعني كنت بخاف الاولى في عمل معاه بصراحة يعني مش حايف ليه كنت بحسه دايما يعني سيريس كده جدا لكن بصراحة هو كان فرندلي وجميل بصراحة يعني ربنا يبارك فيه وكان متعاون جدا 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 المهم يا سيدي رحنا للاسف رحت الجولة الرقم اتنين دي رحت الجولة الرقم اتنين دي خسران دقيقة عشان كنت لسه بشوف طب انا البرد بتاعي انه هو عشان لسه البييرنج منزلش لحد ما وصلت فاخسرت دقيقة تقريبا ولعبت حامد نبيل حامد نبيل تقييمه الف سبعمائة وخمسة شاب يعني يعني ممكن يكون عشريناتي مش مش لسه ناشئ سغنان اي سيكس دي ثري اه بشوفت دي ثري عرفت كينجز انديان اتاك وانا بصراحة ما بحبش ألعب المين لاينز بتاعته اللي هي انا ألعب سي فايف وهو يلعب الحصان والعب كده ويبدأ هو يحضر للاي فور بس بيحضره للاي فور مباشر ولا لا اه بيحضره للاي فور هنا وأنا مثلا اعم بيت يقوم واخد وابعدين امشي يقوم يحمي وبعدين امشي يقوم يحمي وبعدين ابدأ العب على الجناح ده باني اعمل كده وكده وكده وهو يعمل كده وكده وكده ويجي مع المالك كل واحد بيلعب على الجنب اللي يريحه حاجات دي في البلدز لما هتقيل فخلينا يا جماعة نقول له انسى كل اللي انت بتحكي عنه ده Knight C6 Knight C6 مباشرة انا عايز E5 بيستموذل الابيض انه يغير السيستم تماما ويلعب D4 والشكل يختلف بقى كأننا بنلعب دلوقتي ضد الكتلان ونلعب وحاول بقى اعمل بي سيكس بي سيفن وهكذا حسن ده هنشوف له صرفة يمكن نعمل كده ونلعب سي فايف هنتصرف لكنه لعب بعد Knight C6 روك E1 ده مصمم مصمم يلعب انا خدت لعب E4 كالت بيدا في بيدا اكل بالحصان وهنا كان عنده يأكل بالرخ عشان يسيب الفيل مفتوح لكنه أكل بالبيضة وانا انتشرت عادي جدا غير آبهن بالتكسير انا منتشر كويس والفيلة جامدة ما عندوش هذه القفزات ممكن امشي حتى وبعين اقول له امشي وارجع تاني نعب سي ثري سي ثري نقلة منطقية جدا عاوز يعمل كدهوا ويعمل كدهوا ويدغط على الحصان وبعدين يبقى مثلا يوقع على البيضة فطولة لو سمحت تعالى انكسر A5 A4 جبت الرخة على العمود طلع بالفيل قلت له يمشي من على العمود قال لي حاضر حميت مسك الوطر الطويل قربت طلب الفيل رجعت تأكل تأكل طلع بالحصان بدأت اجوز على العمود واستطعت ان اخد العمود فعلا لكن الشكل ماكسيمام تعادلي هنا انا شفت المربع ده ضعيف وحبيت اني اعمل حاجة زي كده ان امكان كمان البيضة ده يمكن اتضغط عليه لكنه بصراحة لعب بمنتهى ال هنا حاولت كمان اتشاء شوية على هذا الجناح اديته بيدا ولكنه بياخد كونتر بلاي الان دلوقتي انا كنت مفكر هنا وانا بحسب كنت مفكر انه يا اما هيجي كده ويسيب البيضة ده يا اما هيجي كده ويسيب البيضة ده بكيش يا اما هيجي كده وبرضه باكل بكيش فسواء كده او كده باكل بكيش ولقيته فاجئني بروك جي فور الحقيقة لو كالت هاكل ما حبيتش ده فأكلت وديته كيش مشي ومنعت الحصان انه يجي هنا هو تحمس جدا وشاف ان بيدا ده ضعيف فبدأ يعمل حاجات لكن انا كنت شايف الكلام ده وجيت في المعاد المناسب ودلوقتي عنده النقلة الجميلة الرايئة دي ويقول لي يلعب فانا خدت التحدي وقلت له يلا نلعب خد البيضة وناكل البيضة الشكل ما زال سفار بس فيه يعني ممكن يرجع تاني بعد ما يمشي مثلا كده ممكن يبقى عايز يرجع تاني ياخد البيضة وانا كمان عايز ارجع تاني وادفع البيضة لعب شطرنج الا انه بيمنتهى الهدوء اكل اكل وقفل السكة حاولت يعني اختبره شوية في موضوع يعني معناه اسف لو بقول اختبره كأنها حاجة عيبة يعني لا مش قصدي حاجة بس الواحد بيحاولت اختبره شوية في موضوع حاول يشوف اللاعب اللي قدامه عنده في الميدل وعنده في الافتتاح وعنده في الاند ولا ما عندوش فعملت كده لقيته عمل كده لو انا رجعت هيرجع لو انا رجعت هيرجع فعملت كده فلاقيته كمان بيصبر لجع وقامل خلص اوكي شكرا تعادل تعادل يا سيدي يبقى كسبت المطش الاول وتعادلت المطش التاني واهلا بيك هذه المرة هنصور يلا نصور للأسف نفس الغلطة برضو مقدرتش ان انا مقدرتش ان انا اتحط على الرقع اللي انا احطت عليها السيتب المشكلة ان الرقع الاخرى الرقع الاخرى مش هينفع تحط الستاند والكاميرا وانت مثلا في نص لاعبين موضوع مش هيبقى سهل على الاطلاق لازم تكون محضر من قبله يعني لكن اوعدك من الجولة الجاية الجولة رقم اربعة وخمسة يمكن ستة بس ما اتطورتش او يمكن السبعة حسب ستة او سبعة واحدة بس ما اتطورتش والباقي كله تطور فالباقي كله هيبقى مطاعم به الحلقات القادمة ان شاء الله هذه هي اول مباراة شطرنج قوية حقيقية في هذه البطولة ولذلك من فضلك اعرد انتباهك انا هلعب محمد ايمن الخضري بتقييم الف سبعمية واحد وستين وديته واحدة بيدا وزير ام الديني واحدة دوتش كلاتش دوتش ديفينس طبعا الدوتش ديفينس انا ما عملتش عنه حلقة في كورس اللندن بس ده ما يمنعش ان انا بعرف حلقات قصاده فيه لاينات فاري شارب تبدأ بهذا الحصان وبعدين اي فايف مباشرة كده خنائه كده من الاول بس ما كنتش شايف ان انا فاكرها قوي فاقلت لا يا عم انا هكمل لعب عادي عادي لندن جميل فيهوش اي حاجة خالص الفيل طلع وانا بيت وسمحت له انه ما عنديش منع لو عاوز تاكل اكل وهخش بالحصان انت كمان تخش بالحصان لو عاوز بس انا عندي F3 انت ما عندكش F6 فما اكلش بيت وهنا خلص انا اللي كلت احسن نقلة هنا لو انت عايز تذكر هذا الشكل انك تاكل بالبيداء عشان لما انا اضرب الوسط تبقى تاكل عادي وبعدين تلعب كده مثلا مثلا الا ان برضو الابيض هيبقى الوقت يفتح العمود وهيلاقي شوية كاونتر بلاي من العمود المفتوح يضرد هجوم الجناح اللي هو عايز يعمله عايز يحط حصان جامد ويدفع البيادئ ويديني كيش مات يعني هادي الخطة العامة بعد ما يحط الحصان ويدفع البيادئ ويزحلق الرخ او يجيب الوزيع الهجوم اللي هو الفضيع لكنه اكل بالوزير وسمح لي بسي فور ودعم الوسط وانا انتشرت حط حصان جامد هذا الشكل لعبة على الداتابيز تلاتة وتلاتين مرة خمسة وخمسين في المية مكسب للابيض لما تلاقي في الافتتاحات بتاعتك نسبة الابيض عالية قوي جدا في المكسب يعني ايه عالية قوي جدا يعني انا مش قادر رفهم انا بقول ايه بصراح عالية قوي كده يعني في المكسب النسبة عالية قوي محتاج تراجع اللاين ما يمكن اللاين ده مش حلو ما يمكن افكار ضعيفة روك بي وان مش موجودة الانجين بيقول الالعب نايت اي تو ورائب الحاجات المين لاين على الداتابيز كوين هنا بس انا بحب جدا روك اي وان كان التمانية من عشرة ستة من عشرة نقل امارينا انا بقول له على فكرة انا انا واعمل كده دلوقتي وافتح الجناح ممنوع ماشي كوين سي تو اكمل الانتشار بيدق في بيدق بيدق في بيدق جدير بالذكر انه ان اكل بيدق في بيدق خلاص انا هنا وضعي ممتاز بختارق فلازم يكل بالبيدق ده فعلا والان انا هكمل الفكرة بتاعتي كل المباريات المعروضة عليك مش جاية من فيديو يعني مش مصورها وبجيب النقلات لا فممكن في النهاية تلاقيني ملخبط شوية ترتبة النقلات بس هجيبلك المجمل يعني خصوصا ان في المباراة دي انا عايز اوديك الفكرة بتاعت الميدل جيم ان انا مش عايز اكلمك عن النهاية عايز اكلمك عن الميدل جيم ان انا سحبت دلوقت الخصم او مستر محمد ايمن على جناح الوزير وعطلت الهجوم الاوتوماتيكي اللي نفسه يعمله على المالك خصوصا بعد النقلات دي فدلوقتي بيستجيب بيستجيب للتهديدات بتاعتي على الجناح نكاشته قبل ما ينكشني واخد بالك اوكي بحاول اجيب كل اللغات المتعرف عليها بي فور تعالى تعالى لو قدرت ااخد الدفع البيدقية دي دون ان يلعب دي هبقى سعيد اعتقد دي مش موجودة عشان فيه حصان في بيده ولو اكل بربطه فلاقب بيش بي سابن وانا جبت الرخ الاخيرة في المباراة جاب الرخ وانا لقبت كوين بي ثري بتهديد واضح وصريح اكل ياكل اكل على حس الربطة الطبيع اللي كان يعمله دلوقتي انه يجيب الحصان يحمي صاحبه بس وانا احاول اعمل كده واضغط على البيد او اخد العمود المفتوح اي ان كان كان هيحصل اي بقى حتى بيش بتيكس جيدة معات فوق واحد الا انه هنا غطس غطصية ورجع ولعب بيش باي سيكس لما عرضت هذا الشكل على يوسف الناشئ الجميل بتاعنا قال لي يا دكتور تاكل بردو عادي تاكل تاكل قولت له ما يمكن كان عنده دي دي اللي انا محبيش انا انما حصان الاول ولما تاكل تاكل بطولة يوسف بس دي موجودة قال لي الضحي فرق وتلعب نايت جي فايف ربنا يحميه ما شاء الله عليه يعني هو بس محتاج يركز شوية في الشطانج ويبقى ممتاز اللي هو قاله ده بالزبط هو للانجن متديه تضحية فرق بنايت جي فايف انا بكسب لكن هو ده بقى فرق الستايلات يعني انا بتهيدي ده فرق ستايل انا راجل مخي استراتيجي اعمل ايه اديت واحدة بفايف انا عايز اخش نهاية ضعيفة ولعب عليها بس فاكل اكلت 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 ده ضعيف وده ضعيف وهلعب عليهم بس ومعات فوق واحد فعلا تعال انكسر بحيث انك لو كلت اكل وما اقدرش ان انا آآ اعمل كده مثلا واضغط عشان فيه متات اوكي مقبول مفيش مشكلة فانا قلت بادام فيه متات خليني افتح نفس لعب هو كمان جي سيكس وانا طورت الملك لعب الحصان ودلوقتي لعبت افضل نقلة على الانجن ياكل اكل اه بتهايلي كان عندي وزير في بيدا ايضا ولا ما كانش عندي اعتقد كان عندي وزير في بيدا ايضا بس انا دايما مش عايز وينزل سبعة يعني مش عايز اكل ياكل اكل وينزل سبعة او يعمل كده وينزل سبعة فانا اكلت ولعبت اه انا بتهايلي فيه غلطة هنا في ترتيب النقلات تهايلي لفيني ملعبش دي تهايلي هي بتنجي اف سبن وهنا انا اكلت اكل ولعبت كده وهو لعب كده اعتقد لا بعوك اعتقد اللي انا فاكره هو الصحيح ده ده هو الصحيح بالظبط نايت اي فايف جيه هنا سبلي البيداء مقابل انه هينزل سبعة ويدايقني فالاول قلت له امشي لو سمحت فمشي بس هو طالب البيداء ده دلوقتي قلت له امشي لو سمحت مشي وحميت البيداء ما عنديش منع ياكل وانا ااكل عندي بيداء سالك مدعم يعني هيتعمل كده دلوقتي لعب روخ اه الورا يحمي البيداء وانا بدأت اقترب يقترب اقترب عندي بيداء سالك مدعم انا نفسي اخش نهاية نهاية بيادة يعني انكسر للخاخ عادي المباراة انتهت بالمكسب بعد شوية اه حوارات ادت الى اختراقي في النهاية الى الصف السابع ده ده هنا بيداء جميلة اوين انا دي بيداء ببلاش بس عايز اقرب اخد البيداء وانكسر طريبا هو ده اللي حصل بالزبط واخدت البيداء هنا هو وقته خلص وقته خلص واستطعت ان افوز هذا مكسب اعتقد في احلك الظروف هيبقى عندي كش يمشي اكل كش كمان وهيبقى عندي بيداء سالك كتير كانت هذه هي الجولة الاولى او الحلقة الاولى اول ثلاث جولات من اللي جاي الرؤعة ضبطت الحمد لله انا بشكر مستر جابر مونير وكل بصراحة ومستر يوسف نادر بصراحة التنظيم بتاعهم ممتاز والبطولة اخدت الوقت المناسب وطلعت بشكل حلو شكرا جزيلا انتظر الحلقة القادمة شوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته